بعد الاعلان عن المكاسب التي حققتها الوية العمالقة في محافظة شبوة ومأرب خلال الاسباع الماضية ضد قوات الحوثيين وانتشار مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي عبارة عن انسحابات لقوات صنعاء من الجبهات والتي اثارت العديد من الاسئلة فاتحت وابل من قصف لطائرات التحالف العربية التي تخلف كل يوم ما لا يقل عن مئة قتيل حوثي نتيجة لضربات مباشرة في جبهات القتال كان اخرها ما اعلن عنه التحالف العربي بالامس فقط عن مقتل تسعين عنصرا من جماعة الحوثيين بعد تنفيذ 27 عملية استهداف بغارات جوية في محافظة مأرب لوحدها وقال التحالف في تقريره اليومية نفذنا 27 عملية استهدافة ضد الميليشيات الحوثية واسقطنا تسعين عنصرا حوثيا قتيلة التحالف اكد ان هذه العمليات تزامنت مع استمرار المعارك العريفة بين القوات الحكومية والوية العمالقة وبين ميليشي الحوثي في العديد من جبهات القتال في محافظة مأرب وخسارة الحوثيين على العديد من المناطق بل وهروبهم هم يجرون الذيا للهزمة البحث السياسي اليمنى علي الاسلمي رأى ان العمليات العسكرية الاخيرة التي قادتها القوات الجنوبية ضد الحوثيين احدثت انهزاما داخليا لدى المقاتل الحوثي خصوصا انه دفع بكل عدته وعتاده الى هذه الجبهة لانها تعني الكثير بالنسبة له واضاف ان العمليات الاخيرة والتي رفذتها القوات الجنوبية حررت محافظة شبوة بالكابل علوة على فك الحصارة والذي اطبق على محافظة مأرب وذلك من عدة جبهات لذا فان العمليات الاخيرة احدثت تغييرات على الارض وبين جنود ومقاتل الحوثي وحول استمرار القوات الجنوبية في التقدم باتجاه المحافظة الشمالية الاخرى يقول الاسلمي بكل صراحة هناك مشكلة تتعلق بما يسمى المنطقة العسكرية الاولى في واضي حضر موت هذه المنطقة لم تشارك في المعاركة منذ انطلاق عاصفة الحزم رغم انها تملك قوة كبيرة تابعة لنائب الرئيس علي محصن الاحمر شخصيا لذا وصلت الوية العمالقة الى حد ما بعد ان قامت بفك الحصارة عن محافظة مأرب اخر معاقل الشرعية وهناك حديث يدور حول مطالبة الجنوبيين باشراك قوة المنطقة الاولى وهي سبعة الوية العسكرية لماذا يتم الاحتفاظ بها في حضر موت والتي تعد من منابع النفط والغاز ومملكة لعلم محصن الاحمر بينما المقاتل الجنوبي يضحي في الشمال هذه النقطة لابد انها ستؤثر على نفسية المقاتل الجنوبي وهو يرى انه يضحي وتلك القوات موجودة لا تقوم باي ضعور اما الخبير العسكري والاستراتيجي اليمنى العميث ثابت حسين فاكد بدورها تقديره ان هزيمة الحوثيين في شبوة ومديرية حريب هي هزيمة كبيرة وستكون لها تداعية همة على كل الاطرف واضف في حديثها الجنوبيون كسبوا هذه الحرب واثبتوا ان الحوثيين يمكن هزيمتهم اذا توفرت الارادة السياسية والعقيدة القتالية حيث وضعت تلك النجاحات القوات المولية للشرعية في موقف محرج ومخجل اما الحوثيون فهم الخاثر الاكبر على الارض على الصعيد السياسي والمعنوي حيث ستؤثر هزيمتهم في الجنوب على قوتهم في الشمال اذا ما وجدت قوات مقاتلة ومقاومة لهم بجدية ومصداقية واكد الخبير الاستراتيجي ان هناك الوية الان اكثر الححد من نسبة للقوات الجنوبية تتمثل في ترتيب الاوضاع الداخلية واستكمال العمليات قبل اي تقدم باتجاه الشمال اشتركوا في القناة